لطالما تحدث رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خطورة الأزمة السكانية وتهديدها لأمن وسلامة الوطن وذلك في مناسبات عدة وبناء عليه أطلقت الدولة الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 لوضع استراتيجيات وخطط لحل الأزمة السكانية التي أصبحت خطرا يهدد أمن وسلامة الوطن وربما بمعدل أكبر من الإرهاب وتتمثل المشكلة السكانية في زيادة معدل النمو وتدني خصائص السكان وسوء توزيعهم فقد تضاعف عدد سكان مصر مرتين خلال 42 عاما فقط حيث كان عدد سكان مصر عام 1800 يبلغ مليوني ونصف نسمة وفي عام 1850 وصل عدد المصريين إلى خمسة ملايين فقط أما في عام 1978 وصل العدد إلى 40 مليون أما الآن فيصل عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة ومقارنة هذه الأعداد ببعض الدول حولنا يكشف مفارقات هامة فتعداد سكان مصر يساوي تعداد سكان إيطاليا عام 1950 وعام 1977 أصبح تعدادنا يوازي تعداد إيطاليا وفرنسا معا وعام 2000 أصبح تعداد المصريين يوازي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ثم أصبح تعدادنا في عام 2012 يوازي تعداد سكان فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة مجتمعين وهو ما يكشف الزيادة المضطردة في عدد المصريين بشكل غير مسبوق لذلك تهدف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية إلى الارتقاء بمستويات المعيشة وجودة الحياة لسكان مصر كافة من خلال تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في تخفيض معدلات نمو السكان وتحسين خصائص السكان ومعالجة الاختلال في توزيعهم وتخفيض التباينات بين المناطق الجغرافية المختلفة مرحب بحضراتكم معنا مرة تانية في النور أكيد كلنا تابعنا كده في التقدير الأرقام إحنا عندنا قفازات كبيرة قوي في عدد السكان على مدار السنوات الماضية شفنا قد إيه أننا من سنة 50 مثلا ل77 ومن 77 ل2012 مثلا إحنا عدينا الأضعاف المفروض أننا كنا نزيدها بالمعدل الطبيعي لأي دولة بشكل طبيعي عن الزيادة السكانية واستراتيجية الدولة لتنمية السكان وتحسين خصائص السكان هيكون كلامنا النهاردة مع الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجماعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجماعات المصرية لتنظيم المصر أهلا بك أهلا بحضر سريعا كده يعني تقييم حضرتك للأزمة اللي احنا فيها لانفجار السكان هو الأزمة طبعا المشكلة السكانية في مصر هي مشكلة سلسية عندنا ارتفاع معدل نمو السكاني عندنا انقفاض في خصائص السكان عندنا فيه سوء توزيع السكان لو كلمنا عن محوى الأولاني ارتفاع معدل نمو السكاني زي حضرتك قلتي احنا كنا بنتضاعف كل خمسين سنة دلوقتي عدد السكان مصري بتضاعف كل خمسة وعشرين أو ستة وعشرين سنة احنا كل خمسة سنة سانية بيجينا مولود يعني كل دقيقة اربع موليد يعني كل ساعة خمسة ستة وعشرين يعني في اليوم خمسة ستة وعشرين مولود يعني في السنة حوالي اتنين ونص مليون مولود سنوي يعني يساوي دول دول دولة او دولتين من دول او اكتر دول من دول القليق احنا عدد الموليد عندنا الاثنين ونص مليون مولود يساوي نص عدد موليد اوروبا في السنة فطبعا عندنا ارتفاع شديد في معدل موليد عندنا في ارتفاع في معدل خصوبة اللي متوسط عدد أطفال لكل سيدة خلال عمرها الإنجابي وصلت ثلاثة واثنين من عشر وده كان رقم يعتبر عالي جدا فاحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في ارتفاع معدل الموليد زي ما حدك قلتي الساعة الرقمية في 22 يوليو جابت لنا ان احنا عندنا تسعة وتسعين مليون داخل مصر وعشرة مليون خارج مصر فهذا رقم رقم كبير جدا ورقم يعني مخيف ومرعب طيب احنا لو كنا نكلم له السكان يعني ارقى انواع السراطية السروا البشرية بس ما نيجي نكلم بقى عن خصائص السكان هناك تدني في خصائص السكان خصائص السكان اللي احنا ممكن نعتز بيهم ونفتخر بيهم نلاقي نسبة الامية ما بين الزكور ولا اناس تصل الى 25 و 16% عندنا كل 33% من السيدات المصريات اميات و19% من رجال اميين اما نلاقي مثلا نسبة البطالة حوالي 9% اما نلاقي نسبة الفقر تبقى للتقرير الجهاز المركز التعمال العامة والاحصى 32.5% اما نلاقي في مشكلة تقزم اما نلاقي مشكلة محافظة ده في الطبيعي العوامل دي مفروض انها تقلل من نسبة السكان ما تساعدش على زادة الموليد انما احنا عندنا في مصر مع الفقر ومع البطالة بتزيد الموليد المشكلة انها المشكلة المعقدة بنتلاقي مثلا الفقراء هم اكثر انجابا من الاغنياء بنتلاقي الامين هم اكثر انجابا من المتعلمين بنتلاقي السيدة التي لا تعمل بتنجب اكثر من السيدة التي تعمل بالضبط وكذا فده المحور التاني المحور التالت هو سوق توزيع السكان احنا عندنا في ساحة مصر مليون كيلو متر مربع 95% من السكان يعيشوا في 7% من المساحة بينما الصحارة التلاتة كلها تمثل حوالي 5% من السكان فهنا عندنا مشكلة معقدة تعقيدا شديدا ارتفاع في معدل نمو سكاني انخفاض او تدني في خصائي السكان سوق في توزيع السكان هنا تيجي مشكلة المصرية مشكلة معقدة وحلولها صعوبتها ان زي ما قلنا واحنا بنتكلم قبل الدخول في حالهوى ان عندنا ارتفاع معدل نمو السكاني له أسباب كثيرة نمرة واحد الزواج المبكر حتى الآن رغم ان الدولة بتوسق سن الزواج بـ 18 سنة ولكن لا زال هناك سن 15 و14 و13 سنة زواج تحت السن وحتى لو بتعمل حتى عند المأزون بعد كده ساعة التوسيق بيروح يوسقه ويكون بعد كده حصلنا مشاكل كثيرة اتنين الحمل المتكرر تلاتة الأمية الأمية هناك علاقة مباشرة بين الأمية وزيادة عدد موليد البطالة وخاصة بين السيدات الثقافة الزكرية ثقافة الزكر عايزين ولد فممكن يجيب سبع تمبنات وعايزين الولد أيضا العزوة أسباب اقتصادية أسباب اقتصادية بعض الأسر بترى أن هذه الأولاد قوة اقتصادية أنه يستفيدوا منهم ويتربحوا منهم من أولادهم منهم بيشغلوهم في أعمال شقة حتى يحصلوا على داخل منهم طبعا ده ليه تأثير على التصارب من التعليم برضو أسباب دينية فيه خطاب دينية سواء مسيحة أو إسلامية برضو بيدعو إلى الكسرة وزيادة الأعداد كل هذه أسباب من الصعوبة بمكان أيضا إحنا في مشكلة في مصر أنه ما نقدرش يعني برامجنا أو أنشطتنا وعالجنا القضايا السكانية ما نقدرش يعني نعمل زي الأخرين ما عملهم أنه نعمل قرارات قمعية هو يعني اللي هيخلف أكتر من اثنين هيتعرض لمشكلة مثلا أو حقوق الطفل سواء في التعليم أو الصحة في بعض أصوات كانت بتناديب ده ولكن أحنا مرتبطين بشرائع ساموية بتمنع ده سواء الإسلام أو المسيحية أيضا حقوق الإنسان أيضا دستور مصري فكل دي زي المسال بتخلي إن إحنا معالجتنا القضية أيما أكتر على التوهية ورافع الوعي ما نقدرش ناخد قرارات حواف السلبية لا نستطيع يعني في بعض الأصواب بترتفع من هنا أو هناك تقول حواف السلبية حواف السلبية ده ممكن تعقد القضية أكتر إحنا مثلا قلنا إن في التموين مش هنخلي الطفل التالت يدخل في بطاقة التموين ده ممكن يكون مثلا إيه بنسبة كم في المية ناجح مثلا لا مش بنسبة خالص بنسبة ضعيفة جدا وبالعكس ما ممكن الطفل التالت قلنا مع أسرة فقيرة هيتطر يعني هيتطر يعني هيبقى العوز والفقر من زود الفقر يبقى أنت أثرت على الطفل ده الطفل ده ملوز زنب بعدين لو أنت جيت في التعليم مثلا لو أن التعليم لو أنت جيت مثلا قلت الطفل التالت تتعلم على حساب أسرته هو أصلا أهله مش هيعلموه وهيقوله خلاص ده كويس جدا الموضوع ده كيه كده ويبدأ النهارد ينضم إلى طبور الأمية لو قلنا مثلا في الصحة مش ممكن طفل أن احنا ما نعالجوش على حساب الدولة وإلا هنوصل زوء الأعاقب الحل ما كده المشكلة معقدة الحلول نمرة واحد نمرة واحد أن احنا طبعا نفكر في حافز إيجابية ودي بعض الدول سباقيتنا بدأ زي النهارده ممكن نقول مثلا بدل ما بقول حافز سلبي أقول حافز إيجابي اللي ينظم أسرته حدي له حافز مثلا فيه زيادة مخصصات التموين فيه عضوية فقندية فيه مواصلات بنصفة أجربة ممكن تديره قطعة أرض ممكن تديره مشروع كل هذه المسألة اللي أنا حافز الإيجابي هو اللي يقدر يشد الناس نمرة أتنين أن أنا أوفر خدمات تنظيم أسرة ذات جودة توفير خدمات أسرة تنظيم أسرة ذات جودة لأن فيه رقم حديك لازم حديك تعرفيه حاجة اسمها الحجات غير الملباة الحجات غير الملباة هي سيدات يريدنا استخدام وسائل تنظيم أسرة والله يحسن عليها للظروف مثلا اقتصادية أو لعدم توفر لعدم توفر الوسائل لعدم توفر الطبيب في الوحدة الصحية أو ما فيش طبيبة يعني هي الست ديها مش هتنكشف على طبيب رجل فأنت روح تلوحدة الصحية في قرية من قرى الصحية ما لقيتش دكتورة ما لقيتش دكتورة فتحمل ومش هتتكشف على الدكتور هل تعليم من النسبة دي 12.5% نسبة عالية جدا 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 بردو لسه ما قررناش اننا نحل المشكلات لان فيه مشاكل بتقابلنا مثلا عندنا نضرة الأطباء والطبيبات عندنا النضرة شديدة في الأطباء والطبيبات بالنسبة ليه مسألة تنظيم أسر فطبعا دي كلها أسباب بعد الوحدة الصحية بردو لازال فيه التأثير الأسري على السيدة الضغوط الأسرية بتلاقي مثلا فيه ثقافة بالنسبة للأمة أو الكذا أو الجران خليه في كتير عشان تربط جوزك عشان ما يتجوز عليك الحاجات دي كلها موجودة ولازالت موجودة وبقوة فإحنا مسألة الحاجات غير ملباة دي مسألة مهمة جدا يبقى توفير خدمات تنظيم أسر نمرة أتنين التوعية عايزين خطاب ديني مستنير عقلاني عقلاني بمعنى ما فيش أي ديم الأديان حيدعو أبناء إلى التحلقة مش ممكن يعني النهاردة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بنا نقوم بالأسباب وأمرنا أننا نحكي من عقل إنما ما نغيبش مع عقل تحت أي مسمى من مسميات هل ربنا سبحانه وتعالى ما يقدرشي ما ينفعش أن يقول إن فيه أطفال يبقوا ماشيين في الشوارع وما لهمش مقوى أو شبه زارك أو مشردين ما ينفعش أطفال ما يبقواش ليين يعيشهم ما ينفعش فطبعا النهاردة عايزين خطاب ديني مستنير سواء إسلام أو مسيح عايزين برامج إعلامية مكسفة أنا بحيي حدايك على هذا البرنامج المهم عايزين نكسر من هذه البرامج من يتوعى الناس وتفهمهم الخطور ده عايزين برضو فيه جانب صحي عايزين نوعى التوعية للأم أو الزوجة إن هذه الخلفة بتؤثر عليك تأثير سلبي على صحتك يعني الستة على سنة 40 سنة بعد خلفة 4-5 مرات بيبقوا كأنها عندها 60 سنة يا فاندي من نهاردة أنا عندي شفت أنا حالات عندها 30 سنة أو 35 سنة وجدة أيوة جدة 35 سنة وجدة ما ينفعش أيوة لأنا اتجوزت عندها 14 سنة وبنتها بعد 15 سنة اتجوزت خلاص بقوا ريبين خلاص من بعض تيجي إزاي وتشوفيها تدقى سنة 50 سنة طبعا طبعا تابت يبقى صحة الأم لازم نراكد عليه أيضا إن احنا عايزين تمكين المرأة من ضمن الحلول الناجحة تمكين المرأة لو أنت وفرت فرص عاملة للمرأة هتنشغل وهتبقى عندها وقتها عايزة جزء من وقتها عايزة تضيف العمل غير اللي قاعدة في البيت عشان تخلف بس ماشي برضو التعليم لأنا في علاقة قوية جدا كلما زاد التعليم كلما قلت مسألات معدل المسكين يعني هل كل المحاور دي شغلين عليها كلها بالتوازي في الاستراتيجية الجديدة هم الاستراتيجية القومية للسكان 15-30 اللي ترجمت إلى خطة تنفيذية 15-20 بتشتغل في خمس محاول نمرة واحد توفير خدمان تنظيم الأسر بذلك تجود عالية نمرة اتنين التعامل مع الفئة المستهدفة ويا الشباب والمراهقين تمام لابد أن أنت بتتقولي مع الشباب اللي داخل على الزواج وتدي له النصيحة وتدي له الفكر وتدي له الرؤية عشان يبقى مقبل عزين مسأله عنده معلومات تلاتة التعليم أربعة الإعلام والتواصل الاجتماعي الإعلام خمسة تمكين المرأة دول الخمس محاول اللي ابتدتوا بالفعل بالفعل نشغلين عشان نخفض معدل نمو السكاني وعشان نرفع معدل خصائص السكان وأيضا نعيد توزيع السكان تعودية عن عادلا لأن النهاردة بما بتعمل مجتمعات عمرانية جديدة بتبدأ تتضفق الأعداد يعني كمان المدن الجديدة والمجتمعات الجديدة دي بتساهم في حل المشكلة السكانية حل الجزء كبير جدا من المشكلة لأن طبعا نهاردة ما يبقى نهاردة نقول إحنا مثلا في الكيلومتر مربع في القاهرة في أكتر من 14 ألف في الكيلومتر مربع طبعا دي نسبة حالية جدا 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 يعني مسألة فأيدي الأرقام يعني أرقام مخيفة فإحنا عايزين طبعا توسع في الأرض الجديدة بس خد بالمحضرين في عندنا بقت مشاكل بقى الأسهر مترتبة عن المشكلة السكانية وأنا كنت بتابع الحلقة مع الوزير حلم المنم هكذا قصرت مثلا موضوع بتاع المياه الموضوع ده غاية في الخطورة إيه خطرت حضرتك إحنا كمية المياه اللي بتيجي من نهر النيل 55.5 مليار متر كعب و10 مليار كمان مصادر أخرى بنيكلم في 65 مليار متر كعب إحنا عندنا كان أما كان عدد سكان مصر 55 مليون كان كل مصر نصيبه في المياه ألف متر طبعا كل ما نزيد كل ما نصيبنا الوقت وصل نصيب الفرد في المياه 620 كلمة الفقر المائي الفقر المائي تبدأ إمتى أما نصيب الفرد في المياه يقل على ألف متر إحنا كده إيه فإحنا وصلنا فعلا فقر مائي وبعدين كل يوم كمية نصيب الفرد بتقل ليه؟ لأن كنت بتستقبلي 5690 مولود دول بيشاركوا معاك مساحة الأرض الزراعية مساحة الأرض الزراعية كانت مليون فدان عندما كان عدد السكان مليون مواطن فكل مواطن كان ليه فدان دلوقتي إحنا عندنا 99 مليون على 9 مليون فدان يبقى كل 11 لهم فدان يعني إيه كده؟ رقم بقى يساوي إيه؟ إحنا بنقل مساحة الأراضي بتتقلص وبالتالي وجودنا على الأرض بقى أكتر من المطلوب دخلنا في حاجة زيادة الاستيراد الاستهلاكي أنت تستوري 45% من الأمح 90% من الزيت 70% من السمس 60% من عتس أسمة كبيرة ويمكن الرئيس تكلم كتير قوي على الموضوع ده في أكتر من محفل أنا بشكر جهود حضراتكم وأتمنى أن الاستراتيجية دي عندما تناقش بعد انتهاء مدتها تكون قاتت بسمارها بشكرك جزيلا دكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجماعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجماعية المصرية لتنظيم الأسراء بشكرك جزيلا شاهدين بشكركم جدا على متابعة حلقة النهاردة وبكرة حلقة جيدة في النور صباح على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة